النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي أيضا بالنسبة لرشيد التوصي المدير الفني لفريق الرجاء المغربي وأحد لاعبي الفريق كانوا موجودين النهاردة الساعة أربعة ونصف في ملعب الأهل والسلام وتحدثوا عن توقعاتهم ورؤيتهم لمباراة الغد وفيه تصريحات مهمة جدا لرشيد التوصي محتاجين نسمحها صوت وصورة عشان بالتأكيد هنعل عليها بعد وقاء هذا المؤتمر نشوف هذا التقرير أبرز ما قاله رشيد التوصي وأيضا كمان مدافع فريق الرجاء المغربي بالنسبة لنحن كفريق الرجاء فجايين هنا بمعنويات جيدة كل لعبين على تمستعدات باستثناء غياب اللاعب نهري بسبب أوراق الصفراء كذلك لعب الذي أصيب من قبل ولو لاعب واعد زكريا الوردي واحتمال كذلك غياب لعب العرجون بسبب الإصابة وأظن بأنه لا يؤثر على تركيبة الفريق لأن الفريق الحمد لله متكامل فريق فيه عناصر عندهم خبرة وعناصر شابة وأظن بأنه هذا المسج الذي يعطي قوة للفريق حتى ممكن يلقى هويته لأن الفريق الحمد لله منذ الإشراف عليهم منذ زواء شهر ونصف أظن بأنه كانت سيسلة من نتائج الإيجابية وكان هناك تحسن في الأداء وأداء أظن لم يتماشى مع جل اللاعبين ونتمنى وكذلك حتى يكون أداءنا إن شاء الله جيد ممتاز يوازي حجم هذه المباراة وكذلك نتمنى وإن شاء الله باش نمشي بواحد نتيجة إيجابية هذا كشوط أول لأننا عارف لأننا مباراة الإياب بالضار بيضاء وما أدرك ما الضار بيضاء وملعب محمد الخامس كذلك الذي يعد جحيم بالنسبة الفرق اللي تلعب فيه شكرا بالنسبة المباراة نحن جينا القاهرة عزمي لأننا ندير واحد نتيجة إيجابية واحد نتيجة لها تخلينا نلعبه فلما تغطوغ نكونوا مرتاحين في أمام الجماهير دينا ونحن نعطيه قاع اللي عندنا هنا باش نفرح الجماهير الرجاوية لكتننا في كازا إن شاء الله يعد الدعم الجماهير يحافظ من حوافز الأساسية وحينما نتكلم عن الجمهور والذي جل الناس في العالم يصنفوه هو رقم 12 ولكن أنا دائما أقول بأنه رقم واحد بالنسبة للفرق الكبيرة وكفريق الرجا ونحن جمهورنا معروف يعني بالقيمة ديالو الوازنة التي تعد قيمة إضافية في تحقيق نتائج إيجابية بالنسبة للفرق ولكن هذا الملعب سبق ونلعبت فيه مباراة نسف نهاية ضد فريق الآلي مع فريق وفاق سطيف وأظن بأنه بلينا بلعب حسن بالرغم من كانت النتيجة غير إيجابية ولكن بلينا بلعب حسن فأظن بأنه أعرف الملعب جيد المعرفة أظن بأنه الشغل الشاغل بالنسبة لي هو أن اللاعبين يبقوا مركزين تركيز عالي بدون ما يتأطروا هنا بالجمهور وعارفين بأن الجمهور الآلي كذلك جمهور ضواق جمهور يحب كرة القدم وأكيد لو شاف هناك جملة تاكتيكية مهمة وجيدة بالنسبة للفريق فراه بحكم بأنه يحب الكرة حيسفق الفريق الرجاء في ذلك أنا تكلمت في الأول قلت بأنه الدعم الجماهري هو حافظ إيجابي ولكن اللاعب لازم يركز داخل رقعة الملعب أظن بأنه من الأمور وأظن بأنه كلام اللاعبين ما هو إلا الرسالة اللي برغلهم يمكن عن طريقي ولكننا نتكلم لغة موحدة مع اللاعبين ألوى هو بأنه هذا شوط أول يجب أن نركز مباراة أولى قبل التفكير مباراة ثانية لأن المباراة الأولى هي التي ستغطينا كيف سنفعل التدبير وكيف سوف نناقش المباراة الثانية فأظن بأنه التركيز سنصب 100% على المباراة الأولى وهذا شوط يجب أن نركز عليه حتى لا يمكن أن نفكر في شوط ثاني هو نعمل دروران وارد بحكم بأنه كل ثلاث مباراة أو كل ثلاث أيام تتلعب مباراة وأظن بأن الرزمانة دينا هي رزمانة جد مكتفة عندما تلعبنا يوم مع سطيف يوم أحد لو بنا يوم الأربعاء يوم يوم أحد اليوم حل عبو السبت حل نعبو الجمعة بعد حل عبو يوم يوم الأثنين فأظن بأن الرزمانة وهذا الشيء يحتم عليك بأنك تكون كل لعب يجب أن يكون مفتمام جاهزين وحينما نتكلم على المركز الذي تكلمتي عن هذه الحراسة المرمى أظن بأنه حاليا فريق الرجاء يحتوي إلى أحسن الحراس على السعيد الوطني يعني بحكم المرضودهم الفني ولكن حتى بحكم تجريبتهم تجريبة وأظن بأن العنصر دي تجريبة وسبقا ذكرتها بسؤالك بأن العنصر له وزنه فأظن بأن القيمة دي المباركة تحتم عليك بغض النظر على المرضودية والكفاءة دي لكل عب ولكن تجريبة كذلك لتلم وأنا ذاك ممكن أن نأخذ الاختيارات أخدا بعين الأثبار دورا أظن بأنه دائما كيبقى في علم الغيب حتى بالنسبة لأنك مدرب من اللي حيحرص عارين الفريق الرجاء لأنك نخلي دائما إلى آخر حصة لأنه دائما هناك حصص وحصص دريبية كتبين الجائزة لكل لعب وأظن بأنه لا يطبق بالنسبة لحراسة المرمى وكان يطبق على كل لعبي حتى ممكن كل لعيب يكون مهيئ نفسه مئة في المئة ما يحسبش رأسه بأنه وراء هذا لعب أساسي وهذا لعب احتياطي لا أظن أنه بالنسبة لي هو إضافة إضافة بحكم بأنه قمنا بالعمل هذه الدوران قمنا لعبين شباب كما قلت اللي عندهم عنصر دي الفتوة ودي الشباب وأظن بأنه بيش ممكن لك ترجع في مباريات بقوة وبحدة وتنتصر فيها يعني بغض النظر على الجانب البدني اللي موجود يعني والإيقاع المرتفع حتى نهاية المئة وعشرين دقيقة كان هناك الجانب الدهني اللي يجي مهم بالنسبة لي وأفكر فيه ولما يجي العياء ما يجي العياء البدني كان العياء الدهني أظن بأنها مليكة تجمع هذين الأتنين وأظن بأنه المباراة دي الأهلي بوزنها بقيمتها تكون حافز إضافي ديهنيا حتى ممكن بدنيا تكون جايز 100% أظن بأنه حتكون بالعكس إفادة بالنسبة للفريق الرجال فبالنسبة لي نحن مش إحنا بوحد نرى معانا كابيتان دي كيب عند واحد الإكسبرينس الكبيرة كيعاون نحن بالنسبة لنا الدرالي الصغار والسراشيد اللي كيقوم بوحد العمل اللي هو كبير هو وصطف وصطف كامل فبالنسبة لي نحن نرى مش بوحد نحن اللي كيعونها اللي كيعطينا وحد تجريبة لوادي سيجادةز منها و هذا المقبار دي في حل المباراة كاملة كاد بقاء ضد الأهلي وخى فارقة كبيرة رجالة وفارقة كبيرة مباراة تكون كبيرة وكنتمنى من الله يوفقنا في هذا المباراة إن شاء الله